مرحبا بكم ارجعنا لكم مصفة جديدة اتمنى الاشتراك بالقناة شكرا كتير لالكم يلا على الوصف تقيق وماء ممكن استبدال ماء بالحليب وفانيلا السكر وخميرة هذه هي كل المكونات ولكن ممكن احنا نضيف القرفة والهيل هذا بعمل طعم كتير روعة هذا مش اساسي اختياري ولكن بتمنى ان انتو تجربوها طعم روعة مميز خميرة معلقة الطعام 10 جرام طبعا دقيق 540 جرام 4 كوب والسكر معلقة 30 جرام والفانيلا معلقة 10 جرام ماء دافئ كوب ونصف طعم كتيرا اختياري الهيل والقرفة الهيل معلقة صغيرة اختياري 5 جرام والقرفة معلقة كبيرة اختياري 10 جرام جربوها وستعجبكم كتير ماء دافئ كوب ونصف تقريبا 330 جرام حسب نوع الدقيق ممكن نضيف شوية وممكن نزود معلقة دقيق هاك اصبحت جاهزة تقريبا 3 اربع دقائق عجم حسب نوع الدقيق السوائل ممكن نزود معلقة السوائل معلقتين حسب نوع دقيق هاك نتركها تفتاح نصف ساعة او ساعة حسب حرارة المنزل المهم الحجم يتضاعف الحجم طبعا من الصف لشيطة اختلف هاك بعد ما اتضاعف الحجم وارتحت نعملها 12 قطع نضغطها باليد انا اعملتها بدون قوالب لانه اغلب الناس ما عندها قوالب مخصوص وشغل كتير في القوالب ونرجع نعجل العجين من اول جديد ونفردها ونتركها ترتاح هيك افضل واريح هيك نستغل كل العجين هيك نتركها ترتاح تقريبا حتى تضاعف مثل ما انتم شايفين هيك اسهل واريح لالكم نعملها نضغطها بالاصبعين نعمل الفتحة وهيك اصبحت جاهزة لا قوالب ولا نقعد نعجل من اول جديد ولا نترك العجين ترتاح كمان مرة هيك اسهل واريح لالكم نعمل سقب هادي بدعمل نصهم بالفرن شوي ونصهم دعملهم بالزيت يعني ستة بالفرن دعملهم وستة بالزيت حرارة الفرن لازم تكون 180 درجة تقريبا 15 دقيقة ولكن لازم مراقبتها من فرن للفرن يختلف وهدول بالزيت عملهم نفس الشيء الزيت لازم تكون حرارته يعني حدود المتوسط فوق المتوسط قليل تقريبا من 155 إلى 165 درجة حرارة الزيت مثل ما انتو شايفين منشان تستو براحتها مش لازم يكون الزيت عالي كتير بنحمي الزيت اول وبنوضحها بالمقلة مثل ما انتو شايفين الملاحظة القرفة بخلي لونها غامق شوية القرفة اذا انت بتكوش لونها غامق متل هيك لا توضعوا قرفة القرفة بتخلي لونها غامق شوية متل ما انتو شايفين ولكن لونها حلو بالنسبة لايلا انا حلو انا دائما بعملها بالهيل وبالقرفة طعم حتى مش محتاجة لا زينة ولا اي شيء محتاجة طعم روعة ولكن كنت يعملوا زينة منشان للطفال وهذا من الفرن هذا طالعه هذا الفرن وهديك اللي بدي اعمل بالفرن يعمل متل ما انتو شايفين واللي بدي اعمل بالزيت بعمل هي ما بتشرب زيت كتير الزينة طبعا اختيار الزينة على كل كوب على كل كوب سكر بودرة مع لقتين طعام حليب كل كوب سكر بودرة مع لقتين طعام حليب طبعا متل ما حكينا الزينة والالوان كلها اختياري لكن انا احديكم بعض الافكار هنوضع لون طعام لون يكون صحي لطعام مخصوص للطعام نعمل اللون اللي احنا بدنا بدنا نعمل السلسة طبعا السكر سميكة نخليها سميكة بدنا نخففها بنوضع قليل من الحليب بزيادة معلقة حليب او نصف معلقة حليب انتو بيدكم بتخلوها خفيفة او تخلوها تقيلة متل ما بدكم انتو سهل يعني يا بنضيف سكر يا بنضيف حليب قليل شوي شوي حليب ها هذه مضيف كاكاو الخام كاكاو مور لذلك نعمل صالسة شوكولاتة ونضيف على صالسة السكر ونضيف قليل من الحليب لانه نضيفنا كاكاو بودرة اللي هو الكاكاو الخام بمحتاج قليل من الحليب متل ما انتو شايفين هي اكثر شوكولاتة سرد حليب وعhard وكاكاو مور هي اكثر شوكولاتة متل ما انتو شايفين وملاحظة الزينا لازم نوضع الزينا مباشر سعرsc الحبة بعد ما نرفعها من الصلصة مباشر بنوضع الزينة لانه بتجف على طول السكر صلصة السكر هذه خلال دقاق قليلة بتجف. والزينة متل ما حكينا هي اختياري. حسب زوجكم. ولكن هي مش محتاجة زينة. انا ما باستخدم الزينة انا خالص. انا باكلها هيك مع الهيل والقرفة. متل ما انتم شايفين. هي مش محتاجة ولكن لا عياد الميلاد ولا المناسبات ولا الضيوف. اوكي ما في مشكلة. زينة انتم وزوقكم. وهذه هي. متل ما حكيت لكم. القرفة بخلي لونها غامج شوية القرفة. ما بتكون لونها اكون غامج ارفعوا القرفة. متل ما انتم شايفين. متل السفنج. في امان الله. تزلونا بوصة جديدة. اتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كتير لكم. جزا عجبكم الفيديو. تعملوا لايك. مع السلامة.